تعالى لحديثها يعلو الآن فوق الحديث عن تفوق فريق النادي الأهلي في مباراتي الذهاب والإياب على الوداد المغربي بصرف النظر عن النتيجة والمكسب بسكور بس نهاردة فيه متعة فيه حماس فيه روح عادت من جديد لفريق النادي الأهلي إيه اللي فرق؟ إيه اللي فرق؟ موسماني عمل إيه؟ طبعاً حضريك كلمتي في نقطة مهمة جداً النادي الأهلي جامع بين حاجتين الأداء والنتيجة جاءت الفترة اللي هي قبل موسماني وآخر مرحلة لفايلر نادي الأهلي النتيجة بدون أداء نتيجة بدون أداء وإمكان أنا محضرت في الحلقة اللي فادت قلت هذا الكلام النادي الأهلي في المباراتين جامع بين الاتنين جامع بين النتيجة والأداء واضح جداً إن لما تيجي ترجعي بالذاكرة الوارا لما نقول أيام فيلر لما نتاولى المسئولية كان قبيل لسارتي النادي الأهلي مع آخر أيام لسارتي كان أداءه ونتائج بش كويسة نجيه فيلر في خلال مدة بسيطة أداء النادي الأهلي فالأكتير كانت بداية من بداية الدوري بطولة السوبر والدوري اللي عام فرق فرقة كبيرة جداً توقف عندها وترجعي تاني لمسيماني نادي الأهلي في فترة أخيرة قابل المسيماني كان نتيجة وأداء غير ممتع لجمهيل الكرة المصدية أو لجمهيل الأهل أوائي نجي مسيماني نادي الأهلي فرق أداء ونتيجة يبقى لازم نقف عند الحتة دي أنت بتقول السيناريو بيقرر نفسه بيقرر نفسه بداية من تولي مسؤولية المدير الفني سواء هنا دي تاني ملحوظة في خلال الجهازين الفنيين جهاز فيلر وجهاز مسيماني نادي الأهلي بيعلوا بطريقة ملحوظة مع تغيير الجهاز الفني في الفترات الأودن من الأجهزة الفنية الجديدة ربع عليك انتفاضة البدايات مسيماني عمل حالة عمل نتيجة عمل أداء في مبارايتين بغض النظر عشان في ناس تقول لك أصل آخر نص ساعة لنتكلم فيها بعدين وضع طبيعي جدا وضع طبيعي جدا لكن ما نقدرش نقول لغير نادي الأهلي لعب الناس تقول لك الفرقة التانية ومستوى لا ما ياما فرقة مصرية قابلت فرقة أضعف أضعف والنتيجة كانت سلبية يعني فأعتقد أن النادي الأهلي تفوق على نفسه في خلال المبارايتين نتيجة وأداء وفي توقيت مهم لا في توقيت وصلك إلى نهاية بطولة فتوقيت كويس بحيث لو الاستمرارية هتبقى مقنعة يعني الاستمرارية هتبقى مش صعبة لأنك لسه في البداية يراهب عليك بس كده فممكن لحظة لما أنا براجع كده لا البداية كانت مع فيلر كتهيلة وبعدين حصل دروب وبعدين البداية مع المسلمين الكويسة فأنا بقول التوقيت سبحان الله